أهلا وسهلا فيكم جديد مشاهدينا نرحب بكم أكيد مرحب بكل اللي عم يتابعونا من بداية حلقتنا واللي نضمونا الآن في هذه المحطة أتحدث في هذه المحطة عن تقنية البلازما بين وهي تقنية جديدة لإزالة البقاع والتوليل ما هي هذه التقنية وكيف نستعملها وكيف فوائدها إن كان لها أي أضرار أكيد نتعرف على هذا الموضوع مع أخصائي التجميل سلينا ترجمان في ناسات صباحك ناسات صباحك دائماً بتنورينا خذبتي وأنا كمان شتقت لكم أهلا وسهلا فيكي سلينا مثل ما حكينا تقنية البلازما بين تقنية حديثة جداً يعني لسه الناس مش كل سامع فيها أو بعرف عنها خلينا تعرف عليها أكتر أكيد طبعا هي تقنية كتير كتير جديدة يعني بالفترة الأخيرة صارت كتير منتشرة بالعالم وفي إلها استعمالات عدة عنا هون كتير جديد يعني صارت موجودة بجوز معظم الناس مش عم تعرف عنها يعني لسه ما عرفت عنها هي البلازما بين هو جهاز صغير كتير بيكون شكله زي الألام البلازما هي عبارة عن طاقة حرارية بصدره هذا الجهاز نستعملها لكتير شغلات منها لترهل الجفون هين شهرت أكتر شيء أنه بيستعملها للجفن المتدلي حتى هي يعني بتعوض عن الجراحة يعني بيستخدمها بدل الجراحة بيستخدمها طبعا للتجعيد منطقة تجعيد حول العينين حول الفام بيستعملها للإزالة التولية للبقع للإيج سبوتس اللي بتكون عبنة بتكون عالإدين عمنطقة الرقبة لها كتير كتير استعمالات هل إلهم حذير معينة مثلا في ناس مش لازم يستخدم هاي البلازما بين أكيد طبعا زي الليزر زي الار اف زي أي إشي تانية الناس اللي عنده سكري الناس اللي عنده أمراض قلب الناس اللي بتاخد كيموثيرابيه هل ممكن يكون إلها أثار جانبية بشكل عام لا هي كتير آمنة إلها أثار جانبية هي فكرتها أنه بس على الطبقة الخارجية من الجل تشتغل هي الطبقة المترهلة أو اللي فيها تجعيد تعمل على شدها فهي ما إلها أي أثار جانبية طبعا بس أنه بعد الجلسة في مرحلة معينة بالتعافي حتى التعافى الشخصي قديش بلزم يعني جلسات مثلا عشان الواحد يشوف النتيجة الحقيقية أو النتيجة مهائية إجمالا هو الحالة بس بمعظم الحالات جلسة واحدة بالأكتر جلستين حتكون كافية إذا عم نحكي عتواليل عبقع على الأغلب جلسة واحدة المفروض إنها توقع تنشاف توقع إذا عم نحكي عن جفن متدلي إذا بحالة متوسطة أو خفيفة جلسة واحدة كفاية إذا حالة شوي متقدمة حدا كتير كبير بالعمر ممكن يحتاج جلستين وبعد الجلستين ممكن يلاحظ النتيجة هاي نتيجة نهائية أو بلزم بعد فترة أن ترجع الست إنها تستخدم التقنية مرة تانية عشان تحافظ على الشكل اللي حصلت عليه هلأ هو الحلو بالبلازما بان أنه إنتي لان تعمل الجلسة هاي أو الجلستين إذا حتيشتين نتيجة أبدية يعني يعني إذا عم نحكي عن إخفاء التجعيد مجزي مثل البوتوكس تعمليهم بنتهي الموضوع يعني هذا الحلو فيه يعني تعملي الجفن المتدلي بنتهي الموضوع ما بتطري إنك ترجع تعمليه مرة تانية طبعا النتيجة بتشوفها الصبية أو الحدى اللي عم بعمل بتشوفها بنفس الجلسة بتحسي طوال إنه نشد الجلد بس طبعا بصير في إحمرار بصير في لون غامق الجلد بعد فترة بأشتر بوقع تاخد النتيجة بعد أسبوع بعد عشر تيام بعد شهر خلينا نحكي بصير الوضع كتير تماما جاميل عم نشوف عم نشاهد مجموعة من الصور اللي هي كمان قبل وبعد كانت هذي اللي هي كمان البقع هذل البقع بالضبط الإج سبوت كيف كانت وكيف بعدين لما عملناها قداش بتغماء بعدين بتوقع يعني هي الفكرة إنه هاي الحرارة اللي احنا عم بنوجها ع نقطة معينة الشغل بيكون زي نقاط فبنوجهها على هذه المنطقة إذا لاحظت إنا بصير في زي نقط على الجلد هاي بصير لونة أحمر بصير لونة بيني هي ايش تعمل الحرارة تعمل عم كماش الجلد يعني الجلد هاي بتنكم مش تتبخر بعد فترة بتنشف بتوقع فالجلد اللي بطلع تحت بيكون جلد كتير بيبي كتير يعني ناعم طبع لازم تعطي شغلات معين حتى يكون انه يعني ينمو بطريقة منيحة يعني يعني قديش الفترة اللي من شوف النتيجة إجمالاً بين خمسة أيام لأسبوع بدها حتى توقع هاي الجلدة اللي اشتغلنا عليها بعد هيك لازم تستعمل زيوت معينة المفروض بعد أسبوعين بعد شهر تكون ماخد نتيجة كاملة خلينا نحكي بالنسبة للجفون المتدالي هي أكتر إشي لناس يعني بقلقوا منا وكتير ناس يعني حبين انه يعملوها بس ما بدهم عملوا الجراحة بخافوا من الجراحة فهذه تحكي بعد شهر بتاخد النتيجة إذا نحكي زي البقعة شفناها مثلاً على الأبل البقعة بعد أسبوع خلاص بتوقع يعني تشوفي ولا شيء مثلاً التوليل بنفس اللحظة تنشف توقع وجميل كمان عشان حكيتي كمان التجعيد حوالين الفم مثلاً والتي هي بتعطينا نتيجة نهائية مش زي الفلر أو البوتوكس هل هذا ممكن يحكي يعني منقدر نقول إنه البلازما بيغني عن بحالات معينة بيغني طبعاً إذا عمل الشخص اللي عم بعمله ملاحق الموضوع من بداية التجعيد ممكن إنه يغني عن أي شيء تاني وهو ما بتعرض مع إشي تاني بس إنه زي ما حكينا إنه العلاج بيكون نهائي يعني ها هي الميزة إنك أنت بتقيمي الجلدة كلها فيها التجعيد بيطلع جلدة جديدة فهي الجلدة بتكون زي كيف كان الواحد هو صغير أو قبل مثلاً عشر سنين هذا حلم كل الشباب أكيد طبعاً حلم كل السيدات وأكيد كل الناس اللي بيهتموا بالجمال والصحة شو نوع الأشعة المستخدمة بهذا التجعيد؟ هي زي طاقة حرارية فيها موجات تردد عالية جداً بتشغل على طريق الموجات السالبة والموجبة الموجودة كمان ببشتنا مع العمر بتصفي كلها مخلوطة ببعضة فهي عم بتحاول ترجع تنظمها وإعادة بنائها بطريقة صح فهي كمان بتحفز نمو الكولاجين والإلاستين بالبشرة يعني بتعمل على إنه تغير الجلدة ونفس الوقت تشتغل على داخل البشرة كثير حلو يعني هي كثير هقوة من الليزر يعني نحن نعرف إنه الليزر لشد الوجه كثير يعني بيعطي نتائج مميحة بس هاي نتائجة كثير أضمن من الليزر وحيطة من الـ RF هل ممكن الواحد يشعر بألم معين أو بحرارة في أثناء العمل على الوجه؟ هل أهي الحرارة كثير بتكو بمنطقة صغيرة بتطلع زي نقاط كثير بسيطة وإحنا ما بنلمس الجلد يعني إحنا بنشتغل على بعد 2 مليمتر من الجلد ما بنلمس سطح الجلد يعني يكون بعيد بس بنحط قبل مخدر طبعا لأنه عم تشتغل بمناطق شوي حساسة زي داير العين الجلد ريئة حتى تعرفي إنه تشتغلي فبنحط مخدر موضعي بس المفروض إنه ما يحس المريض بأشيه وهذا كمان بحمس الناس يعني إنه لهاية التقنية أكيد أكيد يعني بالأخص زي ما حكينا قصة الجفن المتدلي يعني كتير ناس بتخاف تروح للجراحة وبحاجة إنه تعمل لأنه هي منطقة داير العين أكتر منطقة بنحس فيها ببين الكبر يعني كل الوجه نقدر إنه نعمل فيه إشياء كتير بس منطقة داير العين ما بنقدر نعمل إشياء اللي فوق العين كمان بالآيباكز التي هي تحت العين فإنه كتير ريب تعطي تجاهل لأنه هي أصلاً هذه المنطقة الجلدة فيها حساسة صحيح حساسة ورئية أو بسرعة بتترهل مظبوط يعني هي أول شيء ببين سيكترهل وكمان بدها عناية خاصة يعني سبعا بالميكب أو أكيد طبعاً بس طبعاً مع كل الحركات التعبيرية التي نستخدمها دفع عيونها عيونها أكتر أكيد تجعي التعبيرية أكتر شيء بتبين به هذه المنطقة صح وهم عنوان يعني العيون عنوان فلازم يكونوا بهذه الصحة هذا الجمال صح طب هلا بالنسبة للشخص أو السيدة اللي هي بتاخد هاي التقنية بعد ما تخلص من الجلسة هل هناك محادير معينة لازم يعني يتلجأ لها أنه مثلاً ما تطلع بالشام سأساب المثال أو شو الأشياء اللازم تلتزم فيها؟ أكيد طبعاً بعد ما نعمل الجلسة زي ما حكينا ممكن يصير إحمرار بسيط للجلد مع الأيام بقلب للون غامق بعد ما نبق شربوء على هلا خلال هذه الفترة طبعاً بعد الجلسة 24 ساعة ممنوع أن يأتي ماء على هذه المنطقة ممنوع أنها تغسل بالصبون ولا شيء بعد 24 ساعة نحن نكون معطينها نوع انتبيوتك تستعمله منعطيها زيوت معين حتى تعيد بناء الجلد بطريقة صحيحة بس يعني هذا هو طبعاً إذا تطلع بالشمس إذا تحط واقي شمس على المنطقة بعد شيء أسبوع تقدر أنها تغطيها بميكوب يعني إذا عم تشتغل أو هيك يعني اللي بي أريد أخبره أنه هو الإجراء كثير سهال حتى الجلسة لا تقعد أكثر من نص ساعة للعينتين خلينا نحكي إذا مناطق مثلا زي بقعة أو زي تلولة يعني يريد خمس دقايق بتعمليها فهي كثير سريعة بدأت تتحمل الصبية أو الصد حتى تأخذ النتيجة البداية بدأت تتحمل الأسبوع أنه عبل ما تقشر جلده وتوقع يعني هي هاي الفترة اللي شوي بدأت تتحملها أو ما تقدر تحط مثلا ميكوب أو إشي علامة لا يفضل لا يفضل لا يفضل عشان تأخذ النتيجة البداية أكيد طبعا لا يفضل أكيد طبعا لا يفضل طيب سلينا يعني بالنسبة للكم يعني كمان كخبراء مختصين بالتجميل هل أخذتوا مثلا يعني كيف تعلمتوا على هذه التقنية هل بدها مثلا دورة معينة هل بدها تواصل مع الأشخاص كمان اللي يشتغلوا فيها على المستوى العالمي يعني ممكن على العربي أكيد طبعا يعني هاي لازم لوحد يأخذ دورة لازم يأخذ شهادة فيها لأنه يعني أنت عم تشتغل بمعاطئ كثير يعني يعني حساسة يعني مش أي حدا بقدر أن يشتغل بها فلازم تكون تارفي بالزبط شو التقنية وكيف تنشغل يعني مش بس أصلا يعني ما حدا هيبيعك الجهاز بدم تكون أنت مدربة عليه ومأخذ الشهادة عليه لأنه مش إشي يعني مصحة ولا إشي سهل أكيد صحيح لأنه كمان عم نشوف للأسف يعني كثير تقنيات عم تفوت على البلد وصار إشي صحيح 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 يعني بالأخر الواحد يعني ما بتقدر يتمنع كل الناس تشتغل بس يعني حمد الله عنا رقابع عنا كل شي يعني منظم أهم شي الواحد بالأخر يعني المهنية يعني أنك أنت لما دكتعتي إشي للناس نتيجة عن جديد يكون صحيح في مزاقية أكيد طبعا لأن يعني اللي بدي أحكي هاي طاقة حرارية إذا أنت ما شتغلت زي ما لازم مثلا على بعض 2 ملي إذا أنت قربت على الجلد أنت ممكن تحرقيه يعني مش إشي مسحة ولا إشي سهل يعني بدي يكون صحيح وكمان السيدات يعني أو الصبايا يعرفوا إيش المراكز اللي اللي لازم يتوجهوا لها يعني يكون في خبرة يكون في مثل ما حكينا ثقة يعني خلينا نحكي شوي أخيرا نجمل يعني تقنيات البلازمة مين في عمر معين خلينا نقول مين ممكن يحتاج هاي تقنية خاصة نحكي عن تراهل الجفن تحديدا أكيد هذا بعمر معين لكن في أشياء تانية هي ممكن في عمر سن هو إجمال ما في سن محدد حسب الحالة يعني كمان حابة أحكي أنه عم استعملها كمان لإزالة التاتو يعني استعملها مثلا كثير بنواجه يعني أنا كمان بشتغل بالتاتو فكثير بواجه مشاكل بالحواجب إنه بتكون رسمة مش حلوة بده تغيير الصبية بنقدر إنه نمحي فيها التاتو فهي شغلة كثير مفيدة يعني كثير مفيدة صراحة وكثير سريع نتيجة فهي شيء منيح يعني نستعملها زي ما حكينا للتجاعد هلا التجاعد أكيد بدها عمر معين بالنسبة للتراهل الجفن فكمان بدها العمر الكبير بس مثلا في صبايا بتكون عندها تلولة أو بقعة مثلا مضيقتها أو زوائد جلدية بمنطقة بالوجهة مساء على الأنف أو يعني على الخد بتكون جد مضيقتها فممكن تعملها يعني ما في أي مشكلة بالنسبة للتجاعد مثلا إنه الصبايا لو في الثلاثينات ممكن ما في مشكلة ما العلاقة بالعمر يعني حسب الحالة وحسب الحالة طيب سلينا آخر شي عن التكلفة هل هي عالية التكلفة مقارنة مثلا بالأشياء الثانية العمليات الجراحية أو الفلر أو البوتوكس وغيره لا هي طبعا بنسبة لمو إذا كتقارني تراهل الجفن في الجهاز أول بالعملية كتير فرق يعني العملية بتكلف كتير كتير الجهاز تكلفته تقريبا خليلنا نحكي بين 3000 إلى 5000 شكل حتى تعمل الجفن المتدلي طبعا اشياء تانية كتيرها الحسب الحالة يعني مثلا إذا عم تحكي عن بقعة واحدة ممكن يعني بين 300 إلى 500 شكل عم تحكي على كمان نسيت أحكي إنه تنفع كمان للناس البوست أكني يعني بعد ما يكون عندهم حبة كتير لما بيروح الحب يصبح حفر بمنطقته كتير مفيدة للحفر بالوجهة مسامات بتكون مفتوحة مسامات مفتوحة هي شغلة شوي أعمق من المسامات المفتوحة يعني إنه للحفر بالوجهة كتير مفيدة جميل كتير يعني إيش حلو حديث يوجد في منو فايدة كتير يعني إنه بلاحظ نتائج حلوة فعلا أظوني هيك أجمالنا المنظور تحب تضيفي أي شيء سلينا في الختام نصائح بل كلا كل السيدات اللي بدهم يقدموا على هذا الشيء ممكن ناس كمان بتخاف من تقنية جديدة أكيد يمكن تحب تسمع تجارب الآخرين قبل ما تخوضها وكمان السيدات اللي يعني يجربوها يعني كيف ممكن كمان يحافظوا على النتيجة أكيد طبعا هلا يعني كتير سيدات بجربو وفيه ناس بخافوا إنه ما يجربوا يعني اللي خايفين إنا يجربوا بحكي لهم مش إشي يعني خطر كتير الإجراء بسيط كتير يعني ممكن إنه هي بس الإشي الصعب على السيدة إنه الفترة بعد الجلسة لحد أسبوع يعني بالأخص إذا عم نحكي على منطقة العين فهي هي هيكون الشكل شوي يعني بدأ تتحمل ممكن سير فيه انتفاخ بسيط ممكن سير فيه إحمرار ممكن يقلب على السواد حتى يعني تحضر حلا تاخذ إجازة بالضبط يعني هي هاي هي الفكرة بس إذا عم نحكي على الشغلات الثانية هي كتير بسيطة يعني بتكون محل البقعة شوي غامقة إشياء بسيطة اللي بحب أحكي للسيدات إنه ما تخافوا كتير بسيطة الإشي بس إنه أعرفوا وين تتوجهوا اسألوا كتير اكرؤوا كتير يعني ما تروحوا إنتم مش عارفين شو هي التكنيك يعني أنا بحب لعب تيجي عندي سيدة أو صبية تكون جد كار أو جد مطلعة وعارف عن إيش تحكي أنا بنبسط عرفتي إنها هي فاهمة كتير مهم يعني بصراحة أو هلأ كمان على النات وتدخل على اليوتيوب تحط بلازما بان بطلع لها إشياء كتير في يعني سهل صارته إسا صحيح شكرا إلك سلينا وتبدنا لك كل التوفيق نورتينا شكرا إلكم أهلا وسهلا فيكي شكرا إلينا نروح لحفاظ القصير مشاهدين ومكملين معكم شكرا إلينا نبر